الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال أن تركيا ومصر دولتين كانت مهد الحضارات في التاريخ وأن بلاده بتعمل باستمرار على تعزيز العلاقات العميقة ومتعددة الأبعاد مع مصر من خلال الجهود المشتركة ورحب رئيس أردوغان بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأنقرة وأشاد بالعلاقات المثمرة بين البلدين تركيا ومصر دولتان عريقتان كانتا مهد الحضارات التي شكلت تاريخ البشرية نحن نعمل باستمرار على تعزيز العلاقات العميقة والمتعددة الأبعاد بين بلدينا من خلال جهودنا المشتركة ويسعدني أيضا أن أرى ثمار عملنا هذه خلال لقائنا مع الرئيس سيسي في القاهرة قررنا إعادة هيكلة مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى لقد عقدنا الاجتماع الأول لهذه الآلية اليوم ومن خلال إعلاننا المشترك أكدنا إرادتنا في تعزيز تعاوننا في جميع المجالات بما في ذلك الصناعة والتجارة والدفاع والصحة والبيئة والطاقة تشكل التجارة والاقتصاد البعد الأقوى لتعاوننا وفي السنوات العشر الماضية واصلنا من أن نكون من بين أكبر خمسة شركاء تجاريين لمصر ونحن نتحرك بإصرار نحو هدفنا المتمثل في زيادة حجم تجارتنا إلى خمسة عشر مليار دولار في السنوات الخمسة المقبلة يقدم رجال أعمالنا مساهمة كبيرة في الاقتصاد المصري حيث تقدر باستثماراتهم من ثلاث مليارات دولار نحن نشجع رواد الأعمال الأتراك على زيادة استثماراتهم كما نرحب بالمستثمرين المصريين في تركيا ونريد تطوير تعاولنا مع مصر في مجال الطاقة وخاصة الغاز الطبيعي والطاقة النوية يبدأ الشعب المصري الشقيق اهتماما كبيرا بالثقافة التركية ونواصل جهدنا لتعزيز جسورنا الثقافية والإنسانية